مع اللقاءات المكوكية التي أجرتها حكومة بغداد في نيويورك ومع تكرار اللقاءات الدولية ينظر الشارع العراقي إلى نتائجها بما ينعكس على واقع البلاد وتأثيرها على تفتيت أزماته المزمنة كالأمن والسياسة والاقتصاد هدف لطالما كان من الصعب تحقيقه في السنوات الماضية إلا أن تنفيذه يعتبر بحسب اقتصاديين مفتاحا مهما لحل أزمة مالية والتي تعقدت بفعل فرض واشنطن عقوبات على مصارف عراقية بعد اكتشافها لتهريب الدولار إلى إيران وتلك معضلة أخرى تقف في وجه حل القضية إذ يعمل العراق على مكافحة غسيل الأموال ووقف نزيف الدولار تجاه إيران وليس تنفيذا لرغبة أمريكية إنما بحسب السوداني العمل على إنعاش السوق العراقية وتمتين قيمة الدنار العراقي انطلاقا من مبدأ القرار الوطني العراقي الذي لا يأخذ مشورته بحسب أهواء أمريكية وإيرانية أو تركية وهنا تنبثق تساؤلات حول إمكانية الحكومة على صناعة إنجاز فاعل مع واشنطن بما يتعلق بمنح المزيد من الثقة للعراق حكومة وسوق وتعاملات مصرفية يرى قادة المال والأعمال في العراق أن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة لا تتمثل بالموقف الأمريكي المالي إنما تتعلق مباشرة بإيقاف الفساد الذي يعرض النظام الضريبي ونظام الجمارك لنزف قيمة الدنار بتهريب الدولار وهو ما تعيه حكومة السوداني إذ تدرك ضرورة علاج الثغرات في قوانين عدة تؤهل العراق لنظام تنظيم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تحدي النفوذ الإيراني المتمثل بخلق الشكوك الأمريكية حول ضلوعه بالمعاملة التجارية والمصرفية والاستثمارية وهو ما يقف عائقا أمام دعم واشنطن لبغداد اقتصاديا وعلى صعيد الاستثمار والتجارة بشكل مباشر اشتركوا في القناة